بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وازدنا اللهم تعالى علمه أهلا بكم معي في فيديو جديد على القناة إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الهسب أو معايير صناعة الأغذية بالاعتماد على نظام الهسب طبعا كلنا عارفين إن كمستهلكين إن الأكل اللي بنكله من السوبر ماركت أو بنشتريه من الأسواء المفروض إن ده غذاء سليم صالح للتغذية ممكن إنه هو يدينا طاقة لكن لو غذاء غير سليم ممكن إنه هو يدينا أمراض المرض ده ممكن يكون إنه هو في أحسن أحواله يعني لو مرض بسيط بيزعجنا أو بيضيقنا وبيعكنا علينا حياتنا أو في أسوأ أحواله إنه هو ممكن يؤدي بنا إلى الوفاة اللي قدر الله سالمة الأغذية يتم ربطها بالمخاطر الفيزيائية والكميائية والبيكروبيولوجية اللي ممكن بتحدث في أي لحظة في السلسلة الغذائية من أول المزرعة لحد ما توصل دي المستهلك المادة الغذائية كان هي مادة خام لحد ما توصل للمستهلك كمادة مصنعة شركات الأغذية لها دور هام في السيطرة على المخاطر دي عشان كده حطوا نظام ليتوقع هذه المخاطر ويحللها هو نظام الحصب نظام تحليل المخاطر ومرأبة نقاط التحكم الحارجة من الشركات الغذائية حطته لضمان سلامة الغذاء النظام ده أنشئ في ستنات القرن الماضي عام 1960 لإنتاج أغذية سليمة موجهة للبرنامج الفضائي للولايات المتحدة وهو نظام عالمي خاص بالصناعات الغذائية بيهدف لضمان سلامة المنتجات الغذائية المصنعة بدون أي مخاطر ممكن أن هي تعرض المستهلكين لهذه المنتجات النظام الهصب بيعرف أنه هو نظام وقائي مش نظام علاجي قائم على تحديد المخاطر اللي ممكن تنشأ أو توجد في الشركات الغذائية وبتمكن الشركات الغذائية من تحديد نظام التحكم الحارج CCB اللي هي Point Control Critical للمخاطر الفيزيائية زي قطع الزجاج الصغيرة أو الكيميائية زي المباداة الحشرية أو المايكروبيولوجية زي تسمم أو بكتيريا التسمم الغذائي قبل ما تعرض سلامة الغذاء للخطر بمعنى آخر نظام الهصب بيركز على الإجراءات الوقائية بدل من الاعتماد بشكل أساسي على اختبار المنتج النهائي بموجب قانون يعني هذا الهصب ده بقى قانون بيتوجب على جميع الشركات الغذائية في أوروبا تطبيق مبادئ نظام الهصب إلا لو قبل تنفيذ نظام الهصب لابد من تطبيق الممارسات الصحية الجيدة جي اتش بي اللي بيتم تحديد معظمها في التشريعات اللي هي متعلقة بهذا الأمر زي أمثلة على هذا الكلام نظافة العاملين والهجين والتدريب التنظيف والمرافق الصحية الصيانة والخدمات ومكافحة الأفات وحالة الأقلات والمعدات والمباني والتخزين والتوزيع ونعلق إدارة النفايات وتطبيق شروط أوسع للنظافة لمنتجي المواد الغذائية زي المزارعين على الرغم من أن التشريعات الأوروبية بتضع الحد الأدنى من المتطلوات المتعلقة بأنظمة الهسب وفي كتير من الأحيان القياسات المواصفة أن الأغذية صناعة من المتطلبات هذه التقنية المطلوبة تنفيذها بالنسبة للمواصفات القياسية في صناعة الأغذية بتوضع مواصفات صناعة الأغذية عموما من قبل الهيئات المحلية أو الدولية زي المنظمة الدولية للتقييس بتحط مصل تمثيلية للاشترطات الواجب توفرها في الغذاء ومعايير صناعة الأغذية بتلعب دور هام في مساعدة الشركات الجزائية على أن هي بتنتج باستمرار منتجات جزائية أمنة ومتوافقة مع التشريعات ومن الأمور المهمة أن نلاحظ أن المواصفات القياسية مش بديل عن التشريعات لكن بتوفر تفسير للتشريعات للسماح بتنفيذ هذه التشريعات أو التقايد بها من قبل الشركات الجزائية الاتحاد الأوروبي بيشجع على تطوير ارشادات محلية للممارسات الجيدة للنظافة ولتطبيق مبادئ نظام GMB الجيدة للتصنيع التصنيعية والممارسات زي عمليات كتير بتدمج فيها الإشارات من هذه التشريعات النظام الحصب بيشكل أساس للتشريعات الأوروبية والدولية للصناعات الجزائية ويعنصر رئيسي في التجارة الدولية في منتجات الأخذية معايير صناعة الأخذية بتلعب النهاردة دور رئيسي في مساعدة الشركات الجزائية لتحقيق الامتسال للتشريعات وفتكير من الحالات بتتجاوز المتطلبات التشريعية علاوة على كده فممكن الشركات الجزائية بتتمكنها الشركات الجزائية من ضمان التطابق من حيث السلامة وجودة المنتجة لحد هنا نتعى الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على لايك وتابعونا اشتركوا في القناة